اتنين نصف الشعب الايراني من الفقراء رغم ان ايران دولة غنية دولة نفطية بتخشلها مليارات من النفط سنويا الا ان وزير العمل الايراني طلع وقال ان في 8 مليون في ايران بيعانوا من سوق التغذية في 12 مليون في ايران تحت خط الفكر قبل كده استاذ في جامعة الزهراء في طهران يتكلم وقال ان 40% من الشعب الايراني تحت خط الفكر والكلام ده امتى سنة 2012 40% تحت خط الفكر دلوقتي اكتر يعني نصف الشعب الايراني تقريبا تحت خط الفكر فما يكون بلد نفطي غني زي ايران نصف السكان تحت خط الفكر ده معناه ان فيه خلل في النظام السياسي والاجتماعي في ايران الفكراء هناك بيقولوا ليه هما بيصرفوا مليارات عند الحسيين ومليارات في اماكن كتيرة جدا ويسيبين الشعب يعاني هذه المعاناة استهلاك الحليب تراجع لان ما فيش فلوس يشتروا بها الفقراء حليب لاطفالهم اللحوم تقريبا عند عشرات الملايين مش موجودة حلت محلها البقوليات طيب بلد غني زي كده ببعز امواله من اجل النفوذ والوجاهة المذهبية والسياسية في الخارج وسايب نصف السكان تقريبا من الفقراء او تحت خط الفكر على رأيي ايراني فقير لما تكلم سالة علامة وقال الشعب لن يأكل اليورانيوم نصف ايران تحت خط الفقر